بحضوري وتصويت أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تبنت الجمعية العامة مشروع قرار أمريكي يدين روسيا على ما يصفه عدواناً روسياً على أوكرانيا القرار نال 141 صوتاً وعرضته 5 دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت إذا كان للأمم المتحدة من دور فدورها منع الحرب وإدانتها ووقفها روسيا اتهمت الولايات المتحدة بممارسة الضغوط على الكثير من الدول لدعم القرار إننا على علم بالضغوط الخبيثة الضخمة التي مارستها الدول الغربية على الدول لدعم القرار وهو لن يوقف الحرب بل سيشجع المتطرفين والعنصريين في كييف على إملاء سياستهم بأي ثمن غالبية الدول دعت إلى حل دولماسي لما يمثله النزاع من خطر يتجاوز الحدود تضع الصين المجتمع الدولي إلى توجيه الجهود نحو حل سياسي وإيجاد مناخ يؤدي إلى تهيئة الأجواء لإنجاح المفاوضات لضمان الأمن الإقليمي والسلام العالمي سوريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأرتريا عرضت القرار منتقدة المعايير المزدوجة إن الذين يثيرون الحماسة اليوم بشأن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة كان عليهم أن يظهروا نفس الحماسة ضد استمرار إسرائيل باحتلال الأراضي العربية المحتلة وضد اعتداء القوات التركية على سيادة الأراضي السورية وماذا عن انتهاك قوات الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة وسلامة الأراضي السورية صدور هذا القرار لا يمثل نهاية الضغوط الغربية على روسيا بل أنه حلقة ضمن سلسلة خطوات ترمي إلى عزل روسيا دوليا وربما إلى تغيير المنظومة الدولية بأسرها كما يعتقد مراقبون نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين